اليوم سوف ندوي على مسلسل يقوت و عمبر الاكثر مشاهدة والذي يلقى بزاف دي الاعجاب عند المغربة والفضل الكبير يرجع المبدعتين لانه نورة السقلي وسامي اقريو اللي خدموا هاد المسلسل بتقنيات فلاشباك والذي تضل احداث دياله على واحد الكوب عمبر ومليحمد هاد عمبر كتولد غير لبنات ومليحمد كان بغي ولد كانوا عندها استدية لبنات ومليحمد بغي تزوج عليها باش يجيب ولد هنا احملت بالسابعة حتى يزدقت بنت خافت عمبر بزاف لم يتزوج عليها واتفقت مع الخدمة ديالها حبيقة باش انها تشوف لها شمراء تبدل معها البنت ديالها الحقيقية بالولد وبلاخبر رجلها مليحمد وهاد الشي بمقابل الفلوس غادي كل ولد هو غالي والبنت الحقيقية هي ياقوت ساعت مليحمد ماشي ساهل وخجبت له ولد تزوج وراها وما غادي تكتشف عمبر الحقيقة حتى غادي موتبها هنا غادي تسمح فيه وغادي تطور الاحوال ديالو وغادي جيستيزي اما ياقوت فان بعد ما عاشت في الفقر وغالي عاش في الفشوش شاءت الاقدار من بعد سنين تلاقاوا وتطورت العلاقة بينتهم وتحبوا وبغاو انهم يتزوجوا ولكن عمبر فاش ساقط الخبار بغاو انه ديال مستحيل باش تفرقهم وباش ما تفرش لاش الحقيقة ولكن ضروري الحقيقة واحد نهار كتبان زوجة عمبر غالي بولد بنت عمته ولكن في واحد نهار غادي تطلقوه وغادي تزوج غالي بالياقوت في السر وهنا كانت المصابة الكبيرة اللي غادي تدير بزاف ديال المشاكل اللي ياقوت في حياتها ولكن في الاخير كل شي غادي تقبل الحقيقة وغادي فرحوا لهم وغادي تدير لهم عرص كبير اندوزوا دابا الاخت نورية فم بعد ما خلها عيصى من هالعرص خدمت في واحد المدرسة غادي تقري فيها الفنون الشكيلية اللي كانت كتحلم بيها ثم غادي تحقيق جميع الاحلام ديالها ونجاة تلقت من رجلها حسن وتزوجت من تكتور عالاء اللي كان كيبغي الاخت ديالها نبيلا وحملت معاه اما نبيلا فم بعد ما كان كيعد بها رجلها وكان منكد عليها حياتها غادي تشلل وغادي يعيشها في ساعادة ولكن من بعد ما غادي يعرف الحقيقة باللي انها هي اللي دفعات باش انه يتشلل ثم غادي تبدال مشاكل معاه وغادي يبغي ينتقم منها وهدي هي قصة ديال الفيلم كامل كنتمنى انها يتنال الاعجاب ديالكم وما تنسوش انكم تدعمونا وتشتركوا معنا في القناة باش يوصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة